السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكوا صحابة عملي ايه? انا احمد شيتو. النهاردة ان شاء الله هتلع اتكلم معكم او نشوف كده حل المشكلة الخاصة بساعات سامسونج. الفكرة كلها جماعة انتم يكون عندك تحديث للساعة بتاعتك. ويتيجي يعني تعمل التحديث ده على التليفون عندك. وتيجي نقول له للساعة. المشكلة هو بيتنقلش. انت مثلا لو دخلت هنا على وانزلت تحت كده على وانزلت تحت كده على وانزلت هيقول لك هنا هو ان في للساعة بتاعك. طبعا هتقول لنا لما تام كده هو مساحته كام? مساحته هنا مثلا متين اربعة وتلاتين. لما الدولود ده بينزل عادي خالص. الفكرة كلها جماعة ان هو بعد بينزل عندك على التليفون. المفوض ان هو بيتنقل على الساعة. بيتعمل له قبي او نسخ على الساعة. والمفوض بعد كده ان هو بيبدأ يتثبت على الساعة. والتحديث خاص يبقى انزلك بشكل اه طبيعي جدا. المشكلة كلها بتحصل امتى بقى? نما التحديث ده بينزل عندك على التليفون. وييجي بعد كده يتنقل عندك على الساعة. فيقول لك هنا كانت قبي او لو هو يعني النسخ ده مش قادر ينقله على الساعة عندك. فهنا بتكمن المشكلة لانك مش عارف تحل الموضوع ده. هنشوف كده مع بعض ازاي برضوك المشكلة دي شكلها عامل ازاي. او ده هنشوفين كده خلاص التحديث نزل هنا بيقول لي هو اللي هو هينقل بقى الابديت ده نقله عندي على هنا الساعة عندي هنا. فكرة كلها هو يبدأ هنا يبدأ يعني الشيط اللي بيحمل ده هو عمل يحاول تنقل ده على الساعة. بس في الاخر هاو ديولك ايه كانت قبي او كانت اللي هو يعني مش قادر ننقل التحديث ده على الساعة. هيفضل يحاول يحاول بقى في الاخر خلاص هيجي لك ايه? فشل. اه بصوا جماعة اللي هو 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 بيقول لك هنا قابل اللي هو بنقل بس هو ما بيقشوا حاجة. وهي يجي بلك كزا مرة كزا مرة لحد في الاخر ما هيقول لي فشل التحديث. طيب نحل بقى المشكلة دي ازاي? تبع معي الشرح. اهو زي ما شايفين يا جماعة بيقول لي في الاخر اهو. هي المشكلة في كده ان هو خالص الابديت ده مفعش نيل الساعة. هتقول له هنا كده خلاص ماشي اوكي. اطلع بقى متطبيق خالص واقفل البلوتوس عندك على التليفون. وهتيجي عندك على الساعة بتاعتك. نفس الوقت ده برضو هنقفل البلوتوس. عشان نفصل اي اتصال بين التليفون وبين الساعة. بعد كي اعمل باك. هتخش بعد كده عندك على الواي فاي بتاعك. هتشغل واي فاي. هلقط مثلا من شبكة الواي فاي بتاعتي ديت. تمام هو كده خاص عمل كونيكت هوت. هطلع باك. هطلع باك كمان. وهنزل تحت خالص على اللي هو اهي. وقلو هنا داولود اند انستول. اهو زي ما شايفين يا جماعة هيبدأ يحمل معنا الداولود او الابديت عادي خاص. الفكرة كلها يا جماعة والتركاف ايه؟ ان هو التحديس مش قادر يتنقل من التليفون للساعة. طبعا ساب المشكلة دي ايه? انا معرفش بصراحة يعني اا يعني سامسونج زي سكتر حاجات زي كده او المشكلة دي موجودة يعني في ساعات سامسونج انا مش فاهم يعني بس عمتان هي الفكرة كلها ان التحديس مشrاد يتنقل من التليفون للساعة. فانا باشيلي الحرك زي بقولو كده من التليفون خالص بافصل الكونيكشن بين الساعة وبين التليفون. بعد كده ابدأ او افتح الواي فاي عندي على الساعة. ونزل الابديت على طول بقى بشكل مباشر على الساعة. بدلا ما نزله على التليفون وانقله. لا انا هنزله بشكل مباشر على طول على الساعة. وهينزل عادي خالص وهتثبت معنا زي ما نشوف مع بعض كده. وبدون اي مشاكل خالص وبشكل رسمي طبعا. اه نزل خلاص جاب مية في المية اهو. خلو ما فوته دي بقى هيبدأ السبت. اهوة. بلي الابديت هايور مش عارف ايه كل حاجة انزل هتخالص قوله هنا. وهيبدأ طبعا يتثبت معنا عادي خالص بشكل مباشر. وفي شكل طبيعي جدا وفي شكل رسمي. فيعني دي كان حل المشكلة. اهو هيبدأ يتثبت معنا عشان بقى الفيديو بس من طول شكتر من كده اللي جاي ده كله بقى مساء اتوق. الابديت هيتثبت عادي خالص على الساعة. فبس شراب داكت حاجة النهاردة. لو استفدت مني حاجة ما تبخلش على بلايك. كومنت جميل زيك كده. اشترك في القناة وانت مش مشارك. فعال زر الجرس. وبس كده يا شباب. سلام.